موسيقى أهلا بكم عزاء المشاهدين والمستمعين في كل مكان مرة أخرى اسمحوا لي في هذه الدقائق أن نتكلم عن موضوع في غاية الإهمية وهو موضوع التواضع اسمحوا لي أن أقرأ بعض المقتطفات أو بعض الآيات من كلمة الله الموجودة في رسالة الرسول بوليس إلى أهل فليبي والأصحاح الثاني الأعداد من أربعة إلى تسعة يقول الكتاب المقدس لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذ صورة عب صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأعطاه حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم أن أدعوكم لكي ما تحن رؤوسكم معي في الصلاة أيها الآب السماء والقدوس يا من خلقتنا على صورتكم نسألك يا رب في هذا الوقت أن تحل بروح القدوس في هذا المكان وفي كل مكان وأن تساعدني يا رب حتى نكون سامعين عاملين بكل كلمة نسمحها اعطنا يا رب أن نتواضع أمام عزتك الإلهية وأن نتواضع أمام بعضنا البعض تعدنا حتى في كل ما نقول ونفعله أن يقول لتمجيد اسمك القدوس نسأل كل هذه الطلبات في اسم المسيح ولك كل الماجد آمين الحقيقة عجبني جدا اللي قاله أحد الحكماء عن فضيلة التواضع اللي هي موضوعنا في هذه الدقائق القليلة قال هذا الحكيم عن فضيلة التواضع قال إنها الفضيلة اللي إحنا بنفتقدها لما بنعتقد أن إحنا بنمتلكها أحبائي إحنا الحقيقة بنعيش في عالم مليء بالكبرياء وبالاعتداد بالذات بيعيش فيه الإنسان لنفسه ولذاته فالجميع فعلا أو الغالبية العظمى من الناس بتعيش لنفسها وما هو لأنفسها أو ما لنفسها ويفتخر كل واحد بما لنفسه وله منتفق ومتعالي من حوله البعض بيرى أنه كل اللي حواليه هو لا شيء وهو الوحيد العظيم في هذا الكون لكن رغم كل هذا بتظهر سما من سماة هذا العالم سماة التواضع رغم وجود هذه السماة الكثيرة السلبية وهي التكبر والتعجرف وبتظهر فضيلة جميلة فضيلة التواضع واللي بيتحل بها القليل جدا من الناس فيبدو اختلافهم واضح وسلوكهم رائع لأنها هذه الفضيلة زينتهم بذينة حلوة وجميلة وهي ذينة التواضع خلينا نرجع لما قبل الخليقة ونتكلم عن الكارثة الاخلاقية الاولى في يوم من الايام كان هذا الشخص جميل جدا بيمشي بين حجارة النار وعلى قبل الله اقام لكنه انحضر الهاوية الى اسافل الجب هذا الشخص هو الكروب المظلل لعرش الله ويدعى ايضا زهرة بنت الصبح والسبب في سقوطه وانحضاره الى اسافل الجب هو كبرياءه وكبرياء قلبه وبيكشف لنا الله العظيم السر خلف سقوط هذا الملاك اللي اصبح فيما بعد الشيطان يقول الكتاب في اشعياء صح 14 14 والعدد الثالث عشر وانت قلت في قلبك اصعدوا الى السماوات ارفعوا كرسية فوق كواكب الله وللأسف الشديد بنفس جرثومة الكبرياء اللي اسقطت الجنس البشري او اسقطت هذا المخلوق العجيب والملاك الطهر اسقط هذا الملاك الجنس البشري بانه نجح مع ادم وحواء وخدحهم بالقول لهم انكم ستثيران مثل الله اذا اكلتم من ثمر معرفة الخير والشر وكانت نتيجة انهم اصبحوا عرايا وعريانين وبمعصية ادم جعل الكثيرون خطاء فسلك البشر للأسف الشديد بالكبرياء وبالتشامخ مع بعضهم البعض وضد الله وفي تطاول قالوا في مزمور 73 والعدد 11 كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة شوفوا المخلوق بيقول عن الخالق هذا الشيء وكمان قالوا ابعد عننا من هو القدير حتى نعبده فكان حكم الله على كبرياءهم في لحظة يحبطون الى الهاوية الله أحباء يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة تعالوا بنا نشوف ما هي التواضع ما هو التواضع اللي هو موضوعنا النهار تقول القصة عن شخص أمريكي أو مواطن أمريكي ذهب لبلاد السويد عشان يزورها وهو هناك في بلاد السويد استقل مواصلة الأوتوبيس العام وهناك ركب في الأوتوبيس العام وقعد أو جلس جنب مواطن سويدي فدار بين الاتنين حديث المواطن الأمريكي قال للمواطن السويدي قال له أمريكا تعتبر من أعظم البلاد في الدموقراطية أعظم بلد في الدموقراطية فالمواطن السويدي قال له بناء على إيه فالمواطن الأمريكي قال له إحنا عندنا في أمريكا المواطن الأمريكي يقدر يروح ويقعد مع الرئيس الأمريكي ويبحث معه أي شيء أو أي موضوع بدون أي مشاكل أو أي ترد فالمواطن السويدي يرد عليه وقال له إحنا في بلادنا هنا الملك بتاع السويد بيقعد مع العامة في الأوتوبيس وبيستقل الأوتوبيس فالمواطن السويدي لما أنهى الحديث نزل من الباص وراح لحال سبيله فالمواطن الأمريكي الناس اللي كانوا متابعين الحديث قالوا له تعرف مين اللي كان بيكلمك ده قالوا لهم لا قالوا له ده الملك بتاعنا جستاف أدور أدولف السادس فاستغرب المواطن الأمريكي والحقيقة أنه ده صفة جميلة جدا أن ملك يستقل الأوتوبيس مع رعياء وسط رعياء لكن يجي ايه ده قدام اتضاع الرب يسوع المسيح اللي احنا تكلمنا عنه في سفر إرسالة رسول بوليس إلى أهل فليبي هذا المتدع العظيم إذا كنت إذا كنت عايز تعرف ما هو الاتضاع اذهب إلى المتدع العظيم وانظر ماذا فعل إذ قال عنه الرسول بوليس الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه وأخذ سورة عبد وإذ وضع نفسه وأطاع حتى الموت الصليب ففي ربنا يسوع المسيح حبائي المتجسد بيظهر التواضع واضح جدا وجاليا الاتضاع مش زي ما البعض بيعتقد أنه الإنسان يفكر نفسه في نفسه قليلا لكن أنه الإنسان ما يفكر ش في نفسه على الإطلاق الاتضاع الحقيقي بيجي من سكن المسيح في القلب وتعلم المسيح اللي قال عن نفسه في متى 11 والآية 29 تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب الاتضاع شيء وصغر النفس شيء آخر أحبائي الذي هو نوع من أنواع التشوهات النفسية اللي قد تصيب الإنسان وبتخليه يفكر في نفسه كتير ولكن بطريقة سلبية خاطئة جدا أنا مرة مسكت كتاب من أحد المكتبات ولما قدحت الصفحة الأولى لقيته مكتوب فيه تأليف الحخير فلاني فلاني هل الله قصد للإنسان أنه ينزل بنفسه بهذا المستوى ويحقر بنفسه بهذا المستوى إطلاقا لأن الله بيعتبر الإنسان غالي عليه لدرجة كبيرة جدا بأنه أرسل ابنه وحيده يسوع المسيح علشان يموت من أجله فالله ما قصد للإنسان أنه يحقر من نفسه أمام أمام الآخرين تعالوا بينا نشوف إيه مظاهر الاتضاع مظاهر الاتضاع هم أربعة هنتكلم عن أول مظهر من مظاهر الاتضاع وهو أنه يكون الإنسان أو يكون الله هو كل شيء في حياة الإنسان ما فيش أروع من اللي قاله الرب يسوع وقت معاناته على الصليب للآب في متى 26 والآية 39 إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت يا الله ولما سألوا اليهود كمان عن روعة تعليمه أجابوا قال إيه قال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني تاني صفة أو تاني مظهر من مظاهر التواضع هو عدم الانشغال بالأنا وللأسف الشديد يا ما فيه ناس كتير بتفكر في نفسها ومش بتفكر في غيرها لما نقرأ كلمات عظماء العالم بنجدها بتمتلئ بالأنا اللي هو ضمير الغبي 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 لما جاء جاء الصوت بالليل قال لنفسه في لق 12 وعدد 19 أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة وكلي واشربي وفراحي ولكن الصوت جاء من فوق من عند ربنا وقال له يا غبي وهذه التي أعددتها لمن تكون في هذه الليلة تأخذ نفسك منك لكن رسول بوليس اللي صلبت كمان ذاته مع المسيح بيقول ايه وهو في التضاع بيقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي مرة تانية بيقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي فيال السمو بيعمل المسيح فينا وبيقول كل منا لكن بنعمة الله أنا ما أنا هل يترى انت وانتي وأنا بنقول نفس هذا الكلام أنا بنعمة الله ما أنا يعني مظهر التالت من مظاهر الاتضاع هو أن يكون أخي أولا وقبلي طبعا بعد ما نحط الله أو نضع الله أولا في حياتنا ييجي أخونا الإنسان أخونا في الإنسانية ثانيا فكان منطق العالم المتكبر أنه أنا أولا وليكن ما يكون مع الآخرين لكن في مبدأ سماوي للمسيح الحقيقي اللي هو بيقول في فليبي 2 وعدد 4 لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسي بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا حتى الرسول بوليس اتقرأ وقال فأني كنت أود ولو أنا نفسي محروما من المسيح لأغلي إخوتي أنسبائي حسب الجسد فكر المسيح كمان كان الذي لم يأتي لأرضنا ليخدم بل ليخدم ويبزل نفسه فدية عن كثيرين هل معاملتنا أحبائي وهل ألفاظنا بتحمل تعالي وتكبر على اللي حوالينا أم بتعلن بحق عن اتضاعنا أمام العزة الإلهية وأمام اللي حوالينا نيجي دلوقتي الآخر مظهر من مظاهر الاتضاع اللي هو لفت أنظار الآخرين إلى المسيح يا مناس كتير بتعمل كل شيء وكل ما في وسع علشان تجذب وتلفت أنظار الآخرين إليها جهب بعض اليهود علشان يسألوا يحن المعمدان عن هويته ومين هو ورغم مركزه الرفيع اللي وصفوا به الرب يسوع المسيح كأعظم المولودين من النساء إلا أنه يحن أجابه قال إيه قال في يحن 1 وعدد 23 أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حزائه بل قال للجميع إيه قال ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص أحبائي هل حديثك بيدور عنه حول نفسك أم إنك بتلفت أنظار سامعيك للأعظم وللسيد الحقيقي الرب يسوع المسيح تعالوا نشوف مع بعض دلوقت أحبائي بركات المتطعين ومتاعب المتكبرين بيذكر لنا الحكيم سليمان عن سبع أمور بيبغضها الرب أولها العيون المتعالية الإنسان يفكر أنه أعظم من غيره ودي صفة بيمقطها الرب كثيرا جدا إلهنا القدوس بيبغض الكبرياء وبيقاوم المستكبرين قال فرعون في كبرياءه من هو الرب حتى أسمع لقوله مين هو ربنا عدها عشان أسمع لقوله رغم أنه يا مقال ربنا إداله إنذارات كتير من جهة الضربات اللي جاب اللي جابها عليه عن طريق موسى رجل الله لكن للأسف الشديد فرعون كان قلبه آسي جدا وكان متعالي ومتكبر لدرجة إنه قال هذا الكلام من هو الرب حتى أسمع لقوله فطرح الرب فين في البحر وغاص كالرصاص في مياه غامرة دي نتيجة الكبرياء ونتيجة التعالي نتيجة التكبر ونتيجة لما الإنسان بيفكر في إنه أحسن من غيره أحباي ما أشر الكبرياء الكبرياء حاجة شر وصفة ممقوطة في الناس وربنا بكرهها عشان كده يجب أن نحن نحذر في علاقتنا منها بإلهنا أو اللي حوالينا وخاصة كأولاد مع والديهم بيقول الكتاب في أمثال 30 وعدد 17 للإنسان اللي هو بيستهزئ بأبوه أو بيستهزئ بأمه وما بيحاولش أنه هو يطيع والدته بيقول العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأخذها أو تأكلها فراخ النصر في البركة التانية من بركات الاتضاع بيقول الكتاب أما المطادعون فيعطيهم نعمة العشار جاء ووقف من بعيد وهو مع الفريسي لما كانوا الاتنين بيصلوا كلنا بنعرف الفريسي لما هو يقف وقعد يسرد كل الحاجات اللي هو بيمتاز بيها أنه هو بيعشر من أمواله وأنه هو بيعطي للفقراء والمحتاجين وأنه هو يعني بيعمل كل حاجة كويسة لكن الكتاب بيقول أنه هو أنه هذا العشار نذل إلى بيته غير مبرر أما هذا الفريسي عفوا أما العشار بيقول الكتاب عنه أنه هو وقف من بعيد وهو منكسر القلب أمام الله وطلب رحمة الله له كخاطئ فبيقول الكتاب عنه أنه نزل إلى بيته مبرر ما فيش أروع أيضا من اتضاع المطوبة القديسة مريم وهي بتقول هو ذا أنا أمت الرب وما أجمل النعمة اللي هي أخدتها لما الملاك بشرها وقال لها إيه قال لها لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدتي نعمة عند الله البركة التالتة من بركات الاتضاع اللي هو الرب بيسكن مع المتواضعين في أشعياء 57 والعدد 15 بيقول في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعون الصفة الرابعة اللي بيتحلى بيها أو البركة الرابعة اللي بياخدها المتواضع أنه بيبقى سالم وآمن غير المتكبر اللي هو بتكون نهايته بشعة بيقول الكتاب في متى 11 وعدد 23 عن كفر نحوم اللي كانت مرتفعة ومتكبر يقولوا أنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية عزيزي يقول الحكيم سليمان قبل الكسر في أمثال 16 والآية 18 قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح فهل عزيزي وهل عزيزتي تصلي معي أن يحفظك وإياي يحفظك الرب وإياك في اتضاع أمامه مكملي أو متمثلين بالرب يسوع المسيح الوديع والمتواضع الأعظم بل وفي كل أمور حياتنا العملية نتواضع تحت يد إلهنا القوية فيرفعنا في حينه متممين كلام الكتاب المقدس في روميا 12 والآية 16 يقول غير مهتمين بالأمور العالية بل منقاضين إلى المتواضعين أحبائي أخيرا ثلاثي أن يعطينا الرب نعمة وفضيلة لتصبح فضيلة التواضع سمت علاقتنا ببعضنا البعض بيقول في فليبي اتنين وآية 3 بطواضع حاسبين لبعضكم البعض أفضل من أنفسهم أقول لكم بعض السمات أيضا من جهة التواضع لما تروحوا للمطار وبتسافروا وبتركبوا الطيارة كمان بتلاقوا أنه في عربية جيب بتكون قدام الطيارة الضخمة عربية جيب صغيرة بترشد الطيارة الصغيرة الطيارة الكبيرة على الممر اللي هي المفروض تطير منه فدي حاجة بتعلمنا أنه لازم نتعلم إزاي نتواضع مهما كان شأننا ومهما كان حالنا لازم نتواضع أمام الله أمام يد الله القوية ونتواضع مع بعضنا البعض الكتاب المقدس بيدعونا جميعا أنه نتمثل بالرب يسوع المسيح المتضع العظيم اللي هو رغم كل اللي هو كان فيه في السماء من أبها ومن يعني مجد ومن غنى ومن كل شيء بيمتلكه عمل إيه طواعية أخلى نفسه وزي ما بقول الكتاب أخذ صورة عبد وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقطع حتى الموت الصليب المسيح ما كانش في حاجة أنه هو يعمل حاجة زي كده وكان ممكن أنه هو يستخدم أي وسيلة علشان يخلص بها الإنسان لكن هو اختار طريق الصليب اختار طريق الموت على الصليب بالصلب علشان يعلمنا إزاي إحنا نتواضع علشان يترك لنا مثال نقتفي أثر خطواته الرب يسوع المسيح عايزنا أن نعمل ما في وسعنا علشان نكون قدوة للآخرين ولا نكون نقمة لهم والحقيقة أنه في كتير من الآباء ما بيخدوش بالهم كمان في تصرفاتهم أمام أولادهم اللي هم صغار في السن لأنه الطفل بيكبر وإذا أنت عايز لما الواحد عايز يعرف يعني تصرفات الأب الأب بيبص للأب ومهم جدا أن الإنسان ياخد باله من تصرفاته قدام أولاده وقدام الآخرين اللي هم ما يعرفوش حاجة عن ربنا علشان الناس لما تنظر لنا يقولوا فعلا أن دول أولاد نور أولاد الله اللي هم مشيين بحسب الكتاب المقدس لكي ينظر لكي دائما بيقولي الكتاب في التطوبات لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات ليت الله يعطينا نعمة لكي ما نتمثل بالرب يسوع المسيح المتدع العظيم اللي هو ترك مجد السماء وترك عرش السماء علشان لكي يجي إلى أرضنا المليئة بالشر وبالخطية علشان يترك لنا مثال نقطفي أخر خطواته وترك لنا يعني فضيلة جميلة جدا وهي فضيلة التواضع اللي احنا في أمس الحاجة إليها علشان نعلم الآخرين لطريق التواضع اللي بيوصل الإنسان إلى السماء وإلى الحياة الأبدية ربنا يكون معنا جميعا ويحفظنا من التكبر ومن التعالي على الآخرين له كل المجد آمين ترجمة نانسي قنقر